فيلمنا بيبدأ مع بنت اسمها سينتيا وهي بتحلم إنها أخيرا حققت حلمها واشتغلت على دي جي لكن بتفوق على صوت باتريسا سكرتيرة والدها وهي بتصحيها من نمها أثناء احتفال والد سينتيا ووالدتها بعيد زواجهم وبنعرف إن باتريسا السكرتيرة هي المسؤولة عن تنظيم الحفلة دي بكل تفاصلها وبتروح سينتيا علشان تستقبل الضيوف وبنشوفها وهي واقفة بتتكلم مع خالتها هيلينة وبعدها بتروح تسلم على بنات باتريسا الاتنين وبتبقى في الحقيقة مش طيقاهم لكن بتحاول على قد ما تقدر إنها تكون لطيفة معاهم وبعدها بتروح سينتيا عند رافا جزخلتها واللي بيكون مسؤول عن الدي جي وبتعرض عليه المقطوع اللي ألفتها عشان تهديها الولدها والدتها فبيعجب رافا بيها جدا وبيشجعها إنها تعزفها ومتتكسفش وبعدها بشوية بنشوف فريدي المغني المشهور بعد ما وصل الحفلة دي علشان يغني ويعزف وبتكون معاه بيه المساعدة بتاعته واللي بيثق فيها جدا وبياخد رأيها في حاجات كتير وبتنصحه بيه إنه يدور على عروسة تكون شبهه بدل ما هو عمال يكتب في أغاني رومانسية وهو أصلا مش مرتبط فبيقول لها فريدي إن كل البنات اللي هنا مش شبهه وبيسيبها وبيمشي وبعدها بتشوف باتريسا وهي واقفة مع بناتها واللي بيبقوا غيرانين من سينتيا وشايفين إنها عندها كل حاجة في الحياة وبييجي وقت عصف سينتيا وبتكتشف إن في حد واللي هي أكيد باتريسا شخبط على النوت الموسيقية بتاعتها فبتتلخبط سينتيا في العصف وبطلع الموسيقى وحشة جدا لدرجة إن والدها سيزار بيتوتر أثناء الرأس وبيقع في حمام السباح ولما بيطلع فوق في الفيلا عشان ينشف نفسه بتستغل باتريسا الفرصة وبتقرب منه وهم وقفين جنب الشباك نفس الوقت بتخلي بنتها جريزلي تفتح السطارة وبكده كل الناس بتشوفهم وهم مع بعض وبيعرفوا إن سيزار بيخون أنا زوجته مع السكرتيرا ومن اليوم دبت نهاري العيلة وبتبطل سينتيا إنها تسق في الحب زي زمان وبنعرف إن سيزار وأنا وانفصلوا بعدها ارتبط بباتريسا السكرتيرا وبيعدي سنتين وبنعرف إن أنا جت لها منحة دراسية في اليابان عن علم الأثار وبتضطر إنها تسافر وتسيب بنتها فبتقرر سينتيا إنها تعيش مع خليتها هيلينة وزوجها راف في بيتهم وبتستغل سينتيا كل وقتها معاهم بإنها تخلي راف يدربها على الدي جي فعلا مستوها بيتحسن في وقت قليل وبيوعيدها إنه هيخدها معا الحفلات بعدين عشان تتدرب أكتر وتساعده وبعدها بتستعد سينتيا وبتروح مع صديقتها لارا للمدرسة وهناك بتتفاجئ إن بنات باتريسا الاثنين بقوا معاها في نفس المدرسة وبتتغاز لما بتسمعهم وهما بينادوا على والدها وبيقولوا له يا بابا وبنشوف البنتين وهما بيعزموا صحابهم في المدرسة على حفلة عيد ميلادهم وبيبلغوهم إن المغني فريدي هيكون موجود وبعدها بيروحوا عن سينتيا وبيعزموها هي كمان وبيقولوا لها إن لو عليهم أكد مش هيعزموها لكن للأسف ده طلب من والدهم فبتتدايق سينتيا منهم وبترفض وفي يوم بتروح سينتيا من المدرسة وبتتفاجئ إن راف عايزها تمسك الدي جي فحفلة مهمة فبتتحمس سينتيا جدا وهناك بتلاقي إن المعازيم كلهم عواجيز وبتجيلها واحدة وبتطلب من سينتيا إنها توطو الصوت عشان يقدروا يسمعوا بعض وقبل ما بتمشي بتسألها ستة على اسمها ولما بتقولها سينتيا بتسمعوا سندريلا ومن اليوم ده كل اللي حواليها بيسموها سندريلا وبنشوف باتريسا وبناتها وهما بيقيسوا فستين الحفلة وبتكون البنتين معجبين بفريدي جدا وبيتخنقوا عليه فبيدخل عليهم سيزار ووقتها بيمثلوا إنه هما بيحبوا بعض وبيقول لهم سيزار إن كان نفسه بنته سينتيا تكون طيبة زيهم وبيقول لهم كمان إنه هيسافر كمي يوم علشان يشوف وبيودعهم وبيمشي وبعدها بتتكلم باتريسا معاهم وبتشجعهم إنهم يحاولوا يوقعوا فريدي في حبهم عشان يبقوا زيها وبتحكي باتريسا عن ماضيها وبنعرف إنها كانت فقيرة جدا وقدمت في مسابقة ملكة جمال وزورت النتيجة عشان تكسب وبعدها وقعت سيزار في حبها عشان ما تفضلش طول عمرها فقيرة وبنرجع للمدرسة وبنشوف واحدة من المدرسين بعدما قفشت اتنين من الطلاب وهما بيغشوا في امتحان ووقتها منعت قدارة المدرسة استخدام التليفون طول فترة الدراسة فبتتدايق سينتيا جدا وده لإن ده الوقت الوحيد اللي بتعرف تتواصل فيه مع والدتها أنا بسبب فرق التوقيت وبنعرف إن سيزار والد سينتيا هو راجل غني جدا وإنه هو اللي اتبرع لمدرساتها بكل أجهزة الكمبيوتر اللي موجودة فيه وعشان كده قررت سينتيا إنها تكلم والدها عشان يتوسط لها في المدرسة ويسمحوا لها تستخدم التليفون وفي اليوم ده بتوصل سينتيا على بيت خالتها وهناك بيقول لها رافا إنه عنده سفر مفاجئ ومضطر يسيب حفلة بالليل وبيطلب من سينتيا تمسك الدي جاي مكانه بدل ما يخسروا الفلوس فبتوافق سينتيا على طول وبعدها بشوية بتتصل سينتيا بوالدها وبتطلب منه يحل مشكلة المدرسة لكن والدها بيقول لها إنه مش هعمل لها حاجة إلا لو قبلت إنها تحضر حفلة عيد الميلاد فبتدق سينتيا من أسلوبه معها وبترفض وبالليل بتروح سينتيا على الحفلة اللي قال لها عليها رافا ولكن المفاجأة إن دي بتكون هي هي حفلة عيد ميلاد بنات باتريسا وبتتوتر سينتيا جدا ودل إن والدها ما يعرفش إنها منصقة أغاني وأكيد مش هيبل بحاجة زي دي فبتحط سينتيا خطة وبتستغل إن دي حفلة تنكرية فبتتصل بخالتها عشان تجيب لها لبس تنكري وتيجي بسرعة تنقذها وفعلا بتتنكر سينتيا وتطلع عند الدي جي وبتبدأ فقرة بعد شوية بتتفاجئ بفريدي وهو جاي لعندها بعد ما شغلت أغنية لي لكنه بيبقى متنكر ومش بتقدر إنها تتعرف عليه وبيشكرها فريدي إنها شغلت أغنية حلوة زي دي فبتقوله سينتيا إنها أغنية تفهى زي صاحبها فريدي بالزبط لما بيسألها هي اللي مش بتحب فريدي فبتقوله إنه كل أغنية عن الحب وهي بطلت تؤمن بالحب من زمان وفي الوقت ده بتدخل عليهم باتريسا عشان تتخانق مع منصقة الأغاني فبيكشف فريدي وشه وبيقولهم إنه هو صاحب الأغنية وإنه معجب بأداء سينتيا جدا فبتتوطر سينتيا وبتجري عشان تغير هدومها قبل ما والدها يعرف حاجة لكنها بتتفاجئ بفريدي هو بيندهف المايك على سندريلا اللي كانت مسكل دي جاي وبيقوله إنه عاوز يرقص معها هي بالزي فبتبسط سينتيا لكن بتخاف من والدها وبتهرب من غير ما تعرف حد إنه هي سندريلا وبيفضل فريدي يدور عليها كل مكان وبيلاقي الجزمة بتاعتها بعد ما نسيتها سينتيا وهي بتغير هدومها فبيأخدها فريدي وبيقارن إنه يحتفظ بيها وده لإنه معجب بيها ومش قادر ينساها وبعدها بكم يوم بيروح فريدي لباتريسا في بيتها وبيسألها عن سندريلا اللي كانت في الحفلة فبتستغل باتريسا الفرصة وبتقوله إنه سندريلا تبقى هي بنتها جريزلي ولما بطلب فريدي إنه يقابلها ودل إنه مش قادر ينساها من يوم الحفلة بتقوله باتريسا إنها مش موجودة دلوقتي لكن بتوعده إنها هترتب لهم معات سوا وبنروح لسينتيا وصديقتها لارا وهم في المدرسة وبنشوف شاب باسمه أندري وهو بيعزم لارا على حفلة جمالها ليل بتتحايل لارا على سينتيا إنها تروح معها الحفلة لحدها بتوافق وبتوصق سينتيا بالليل على الحفلة والمفاجأة إن فريدي وجريزلي بيكونوا هيتقابلوا في نفس المكان لكن فريدي بيحس إن جريزلي متغيرة وبيستغرب لما بتقوله إنها من معجباته بعد ما قالت في الحفلة إنها بتكره كل أغانيه فبيروح فريدي لبيت وهو متأكد إنه في حاجة غالة وبتقترح عليه بي إنه يستخدم الجزمة بتاعته عشان يعرف يوصل له سي قصة سندريلا والبنت اللي بتيجي الجزمة مقاسها تبقى هي دي سندريلا الحقيقية اللي قابلها يوم عيد الميلاد وبنروح لسينتيا اللي بتكون قاعدة في قضيتها وبيدخل عليها رافع عشان يودعها بعد ما انفصل عن هلينا فبتتدايق سينتيا جدا ودل إنهم كانوا بيحبوا بعض وقبل ما يمشي بيقول لها إنه لقالها وظيفة كمنسقة أغانيه مكان مشهور فبتفرح سينتيا جدا وبتشكره إنه بيدعمها طول الوقت وفي الوقت ده بيطلع فريدي في بث مباشر وبيحدد مكان وزمان وبيقولوا إنها يستنى البنت اللي قابلها في عيد الميلاد ودل إنه مش قادر ينساها وبيطلب منها إنها تجيب فردة الجزمة التانية عشان يتأكد إن دي سندريلا الحقيقة وبينتشر الفيديو بين كل معجبات فريدي وبيستنوا كلهم اليوم ده بفريغستان وبنروح لسينتيا اللي بتبقى هي كمان مبسوطة لكن المفاجأة باتريسا بتروح لها البيت وبتبقى عارفة كل حاجة عن وظيفتها الجديدة وبتهدد سينتيا إنها لو مدتهاش الفردة التانية من الجزمة عشان جريزلي لمسل دورها هتبلغ سيزاري إن بنته بتشتغل على دي جي وقتها هيحرمها من كل حاجة وهحبسها في البيت فبتدائق سينتيا من أسلوبها لكنها بتبقى أسكى منها فبتدلها جزمة من عندها عشان تمشي وتسيبها لكن المفاجأة دي بتبقى جزمة مختلفة فردة الجزمة الحقيقية بتفضل مع سينتيا وتاني يوم بتكون سينتيا في شغلها وفي الوقت ده بتخون باتريسا الاتفاق اللي ما بينهم وبتبلغ سيزاري عن شغل بنته فبيروح لها والدها وبياخدها من الحفلة بالقوة وبيجبرها إنها تلم هدومها وترجع تعيش معهم في البيت وبمجرد ما بيوصلوا للبيت بيقول لهم سيزاري إنه هيسيبهم تاني يوم ويسافر وبعدها بيروح عشان يجاهز شنطوته فبتعاتب سينتيا باتريسا وبتسألها يا ليه عملت كده بالرغم من اتفاقهم وبتقولها باتريسا إنها عارفة إنها مش هتسكت وأكيد كانت هتروح لفريدي وتعترف له بالحقيقة وبعدها بتمثل باتريسا إنه سينتيا ضربت فبيجي وارد سينتيا وبيزعق لها وبيحرمها من الخروج من البيت إلا للمدرسة وتاني يوم بيفتح فريدي البس مباشر وبيستقبل البنات في بيته كل واحد بتكون رايحة معاها جزمة لكن باتريسا بتقطعهم تطلب إنها تدخل الأول وده لإنها وثقة من نفسها وبيصدمها فريدي وبيقولها إن مش دي الجزمة اللي كانت لابسها سندريلا بتتعصى باتريسا جداً وبتقرر إنها تنتقل من سينتيا وفي نفس الوقت بتكون سينتيا في المدرسة وبتعرف من صديقتها لارا إن فريدي محبط جداً وده لإنه ملقاش البنت وقرر إنه يسافر عشان يحاول ينساها ولكن قبلها هيعمل آخر حفلة دي وبنعرف إن دي هتكون حفلة تخرج سينتيا ودفعتها من المدرسة السنوية وبتتبسط سينتيا جداً وبتقرر إنها تعترف له كل حاجة في الحفلة دي لكن باتريسا بيكون محضرها لها خطة جديدة وهي إنها بتبعت فن تصليح لأجيزة المدرسة وبتخليها اقتح النتائج لامتحاناته بتوصل باتريسا لنتيجة سينتيا بتشف إنها من الأوائل وبتغير النتيجة وبتخليها تسقط في مدتين في نفس الوقت بتقول سينتيا لولدها إنها محتاجة فستان لحفلة التخرج وبيروح لأتنين عشان ينقف وستانه لما بترجع سينتيا للبيت عشان تكويه وينادي عليها والدها عشان يفتحه نتيجتها سوا وبيتصدم الأب من نتيجة وبيزعق في بنته وبكون سينتيا متفاجأة وهي مش فاهمة إزاي ده حصل خصوصاً إنها طول السنين اللي فاتت كان بتطلع الأولى وكان نفسها تاخد منحة في لندن عشان تدرس موسيقى زي ما بتحلم وبيزعق سيزر في بنته فبتطلع على قضيتها وبتكتشف إن باتريسا حرقت لها الفستان بتاعها ولما بتتخذنق سينتيا معاها بيعقبها وريدها لتاني مرة بإنه يحرمها من حفلة التخرج وبتفضل سينتيا محبوسة في قضيتها وبتخرج بقى العيلة للحفلة بس المفاجأة إن خليتها هيلينة بتعرف الورطة اللي هي فيها وبتتسلل لجوة الفيل عشان تنقذها وبتفاجئ سينتيا وبتوررها الفستان اللي جابته لها فبتفرح سينتيا جدا وبيروح لاتنين سوال الحفلة وهناك بيكون رافا هو اللي ماسك الدي جي فبيتصالح هو وهيلينة وبيرجعوا البعض وبتاخد سينتيا مكانه وبتتنكر بنفس القناع اللي بسيته يمعيد الميلاد لحد بيشوفها فريدي وبيجي لحد عندها فبتعرفوا سينتيا بنفسها لكنه بيبقى متضايق النكابة ده جاهله طول الفترة اللي فاتت وبيمشي ويسيبها ولما بتخلص سينتيا شغلها وهي متضايقة بتقرر بعدها إنها تمشي دلقنا ما بقاش في حاجة تاني تقعد علشانها وبتجي لها صديقتها لورا وبتقنعها إن هما يكميوا الحفلة سوا في الوقت ده بيكون فريدي عارف سيتها الحقيقية وتعطف مع ظروفها وقتها طلع على المسرح ونادى اسمها في المايك قدام كل الناس وبتتحمي سينتيا الأول مرة وبتطلع عشان ترقص معاه لكنها بتتفاجئ باتريسا اللي بتمنعها وبتقول قدام الناس إنها لست قاصرة وبتقدرش تاخد قرار نفس الوقت بتوصل أنا والدة سينتيا وبتقول إن هي والدتها الحقيقية وإنها موافقة إن بنتها ترقص مع فريدي وبتفضح باتريسا سينتيا وبتقول قدام كل الناس إنها سقتت عشان تحرجها لكن المفاجأة إن جريزلي بين باتريسا الثانية بتقطعهم وتفضح والدتها إن هي اللي زوارت الدرجات وبيتصدم كل الناس في باتريسا بما فيهم سيزر اللي بيتضايق من نفسه بسبب تصرفاته مع بنته وفي الوقت ده بتطلع سينتيا للمسرح وبترقص مع فريدي والأول مرة من وقت طويل بتحسي سينتيا بالحب بعد ما كانت فقدت الإحساس ده زمان الفيديو ده كتبته وسجلته أمل عقيل ومنتجه كريم طاهر وما تنسوش تعملوا فلو صفحة فيلم في الخمسين عشان تتابعوا ملخصات الأفلام الدرامية بصوت محمد طاهر ده اللي هو أنا يعني وفلو صفحة محمد طاهر عشان تتابعوا ملخصات الكوميدية وفلو صفحة هكونها مطاطة عشان تتابعوا ملخصات الكارتون والأنيمي سليم